صدر عن صاحب سمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا قرار رقم 17 لسنة 2017 بتعين مدراء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونص القرار على أنه يعين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كل من السيد راشد محمد نور المدني مديرا لإدارة نظم المعلومات السيد عقيل عبد علي بحسين مديرا لإدارة الموارد البشرية السيد أحمد جعفر مفتاح مديرا لإدارة شؤون المعاهد المهنية السيد مصطفى محمد المرباطي مديرا لإدارة الموارد المالية السيد أحمد جعفر الحاكي مديرا لإدارة العلاقات العمالية السيدة فوزية صالح حسين شهاب مديرا لإدارة التعويضات ودعم التعطل السيد عصام إسماعيل العلوي مديرا لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة السيدة عائشة محمد إبراهيم الزايد مديرا لإدارة تنمية الأسرة والطفولة السيدة النجوة عبداللطيف جناحي مديرا لإدارة دعم المنظمات الأهلية السيدة رانيا عبدالرحمن كاظم البستقي مديرا لإدارة مراكز التنمية الاجتماعية السيدة أسمهان يوسف عبدالله السعود مديرا لإدارة التأهيل الاجتماعي السيد حسين علي حسن الشامي مديرا لإدارة التوظيف السيد ابتهال أحمد مرهون الطواش مديرا لإدارة الاتصال السيدة هدى محمد علي الحمود مديرا لإدارة الرعاية الاجتماعية